اشتركوا في القناة دائما تحت ضغط جوي منخفض متمركز حاليا بايطاليا هذا المنخفض الجوي يوجه حاليا أو يتسبب في هبوب رياح قوية وعنما بالنسبة للبحر المتوسط هذه الرياح تأتينا دائما شرقية والشمالية شرقية تؤدي البحر مضطريب بهائج كثير هائجا أما حد سما نبقى دائما سجل عودة السحوب السوف للكثيفة رغم في احتمال فترة سوف تظهر من حين إلى أخر ولكن الأمور حتغير بسرعة السحوب السوف للكثيفة ستعود من جديد وتبقى تميز تقريبا كل المدين الشمالي وبالخصوص الشرقية وحتى الوسطى مرفقة ببعض الأمطار من حين إلى أخر ولكن نبقى نسجل دائما تسرب هوا بارد بنسبة لتقريبا كل الشمال الجزائري بنسبة لدرجة الحرق السواهية الأخرى حتى تشهد انخفاض محسوس انخفاض محسوس خاصة بالجهة الشرقية للوطن وننتظر حرما بين 8 درجات و13 درجات على معظم الولايات الشرقية 8 درجات بنسبة لمرتفعة قسنطين ستيف باتنا خنش حتى بتزيوزوا بكل هذه المدن تقصب رددا بنسبة لجنوب الجزائري حرما بين 16 درجة و30 درجة هو أعلى مقياس حين سجله بعين قزان بأقصى جنوب الجزائري أما خلال الليلة القادمة إن شاء الله نبقى دائما تحت الضغطة منخفض فعليه ننتظر عودة السحوب بالسفلة الكثيفة والمفترة إن شاء الله بالجهة الشمالية إذن تقصغ غير مستقر يبقى يميز المنطق الشرقية وحتى الوسطى مرفوق ببعض الأمطار من حين إلى آخر إن شاء الله ليلة هادئة تبقى دومين يستقر بكل الجنوب الجزائري دائما أثناء الليل إنخفاض محسوس بنسبة لدرجة الحلق السوى فعليه سوف لا تتعدى درجة واحدة فقط هذا بمرتفعة بسة حتى ببتنى إذا لاحظ جو بارد هذا بسبب تسرب هو بارد بنسبة لطبقة السفلة للغلاف الجوي خمس درجة فقط ستسجل بسكيك دا حتى بعنبه حتى بالقالة وحتى بالطرف هذا بنسبة لأقصى الشرق الوطن هذا دليل مشاهدين كرام هبوبة الشريعة الشرقية والشمال الشرقية محملة بها وبارد بنسبة لشرق الجزائري تسع درجة بتميمون حتى بأضرار ورقان تسع درجة بعين صلاح تسع درجة بتين دوف تسع درجة ببشار ست درجة بعين أمينة تسع درجة بطمئن رسات وستاش درجة كعال انقياس بعين قزام هذا بنسبة لدرجة الحلق السوى بنسبة للملاحة والصيد البحري نبقى نسجل تموج أعتقد أن طول الشرق السحري راح يضمع دائما رياحتنا من مختلف الاتجاهات بنسبة للمناطق الغربية دائما نقول شرقية أو غربية تميل في بعض الأحيان إلى جنوبية غربية بنسبة للغرب ثم شرقية وجنوبية شرقية بنسبة للسواحل التقع بنسبة لغرب العاصمة وتأتينا دائما شرقية والشام الشرقية بنسبة للمناطق الوسطى وجنوبية غربية تماما بنسبة لأقصى شرق الوطن إذا لاحظ رياح تأتينا من مختلف الاتجاهات على تقرب طول الشارع الساحري رياح في بعض الأحيان قوية والرؤية تبقى جيدة خاصة قرب السواحل الغربية آخر ورقة لنختم بها النصر الجوية هي المعلومات الفلكية دائما نتخص العاصمة وضواحيها وين غرب بشمسح يكون بإذن الله على الساعة الخامسة والساعة الاربعين دقيقة إن شاء الله إلى هنا مشاهدين الكرام نأتي وإياكم إلى نتاديهم المشارع نقول لكم بقوا معنا وقد منتعب بقية البرمج على الاقتصادية الأولى اشتركوا في القناة